اشتركوا في القناة والله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات والفاضلات يقول الله جل ثناؤه في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤالك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله أعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين الله ما أمين أخوتي وأخواتي خطبة اليوم ستدور على موضوع أحسب أنه يهم كل مسلم ومسلمة كل مؤمن ومؤمنة هو معقد الفلاح ومناط النجاة والسعادة في الدنيا والأخرى موضوع يتعلق بالنفس بين التزكية والتدسية بين التزكية والتدسية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وما أرسل النبيون أصلا ولا نبئوا إلا لينتقلوا بالمنذرين من أقوامهم وأممهم من حال التدسية إلى حال التزكية وهذا ما نص عليه كتاب الله في غير ما موضع على الأقل في ثلاثة مواضع بخصوص الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام فهو مرسل منبأ لكي يتلو علينا الآيات ويزكينا ويعلمنا من ثم الكتاب والحكمة ويعلمنا ما كنا به من الجاهلين وأبدأ من غير مقدمات أيها الإخوة بالإلفات إلى الفرق بين التزكية والتدسية وذلكم أني لم أقع فيما وقعت عليه من كلام السادة في العلماء رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين من بحث سر المقابلة بين التزكية والتدسية لو قيل نفس زاكية أو نفس زكية ونفس خبيثة لاتجه لكن القرآن لم يقابل هذه المقابلة الخبيث يقابل الطيب الخبيث يقابل الطيب طب الزاكي الزكي يقابل ماذا؟ يقابل المدسة شيء غريب الكتاب واضح هنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها على أن معنى التدسية وأصلها أيها الإخوة دسسة أصل دسة دسسة بثلاث سينات بسينتين مدغمتين طبعا الأولى الساكنة على القاعدة والثانية متحركة والثالثة متحركة وتسكن عند الوقف دسسة فأبدلت الثالثة إياءً أبدلت الثالثة إياءً فقيل دس يدسي دس يدسي لقواعد الصرف ما معنى دسة يدسي نفسه أخفاها كما هو مشهور في لغة العوامل الآن دسة الشي إذا أخفاه وخبأه إذا أخفاه وخبأه نقول خبأه خبأه يخرج الخبأ في السماوات والأرض في النمل إذا أخفاه وخبأه إذا أخفاه وخبأه عجيب قد أفلح من زكاها إذن ما معنى زكا؟ هل معنى أظهر؟ لا زرع زاكن زرع زاكن ومال زاكن وأزكاه وزكاه وأزكاه التعدي بالهمز وبالتضعيف أزكاه وزكاه أزكى الله المؤمن وزكى المؤمن ولولا فضل الله عليكم ورحمتهم ما زكى منكم من أحدكم ولكن الله يزكي من يشاء الله هو الذي يزكي ويزكي من أزكى ويزكي من زكى هكذا يتعدى بالهمز والتضعيف ما معنى مال زاكن وزرع زاكن ومنه الزكاة ومنه الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يقول مور الصلاة ويؤتون الزكاة خمص صلاة وآتوا الزكاة الزكاة هي الوفر هي الوفر والنماء الوفر والنماء والزيادة والمباركة الربانية في المال وفي النفس وفي كل شيء الله هو المزكي لا إله إلا هو زكان الله وإياكم بما زك به عباده الصالحين وأولياءه المتخين اللهم آمين إذن الزكاة هي الوفر والزيادة والنماء والمباركة والمباركة ما علاقة هذا المعنى بخبأ لم أجد من تعرض له الذي لاح لي والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أن الله تبارك وتعالى عبر بالملزوم وأراد اللازم وهذه طريقة أبيناء العرب طريقة فصحاء العرب يعبرون بالملزوم ويرودون اللازم بالمقتضي ويرودون المقتضى يعبرون بالمقتضي ويريدون المقتضى وهذه الطريقة مستقيمة عتيدة في الفهم والتأويل على نحو قوله عز من قائل إن الله لا يستحي بعض الناس يهولوا هذا التعبير كيف ينسب عدم الحياة إلى الله على سنن العرب في التعبير والبيان هذه طريقة كما قلت مطروقة طريقة مطروقة طريقة مسلوكة وعتيدة عبر أيها الإخوة بالملزوم وأراد لازمه لماذا؟ لأن الذي يستحي من شيء يحمله حياؤه من هذا الشيء على ماذا؟ على تركه الذي يستحي من أن ينسب إلى الكذب أو إلى الفزور لا يأتي لا كذبا ولا فزورا أليس كذلك؟ فيصير المعنى إن الله لا يترك أن يضرب مثلا ولو بالبعض يا سلام هكذا فسرها علماء البلاغ الكبار هذه الآية من سورة البقرة وعلى هذا النحو نفسر هذه الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها عبر بالتلسية التي هي الإخفاء والدس والتخبئة هذا الملزوم وأراد اللازم واللازم ما هو هل يمكن أن تخفي المسجد مثلا لا يمكن لكن يمكن أن تخفي دينارا ورقة من فئة كذبة العملة المحمول الهاندي التلفون المحمول يمكن إذن إذن تدسية الشيء دسه وتخبئته يلزم منها يعني تستلزم ماذا أن يكون هذا الشيء ماذا ضئيلا ضئيلا حقيرا صغيرا حقيرا ليس في القيمة في الحجم في الجرم في الحجم والجرم فقد تكون قيمته عظيمة لا لكن هنا المقصود لا المقصود ضئيلا وحقير من شتة جوانبه وخاصة من ناحية الجرم أيضا لازمه أن يكون ماذا أن يكون صغيرا حقيرا حتى يمكن دسه وخبئه وتخبيئته إذن الآية تتحدث أن طريق المفلحين طريق المستقيمين من طريق الربانيين اللهم اجعلنا من جملتهم واسلقنا في نظامهم طريق الربانيين طريق توسعة النفس طريقة بسط النفس الناس في العامة من العامة عفوا وفي العامية إلى اليوم يكبرون عفوا يعبرون عن الرجل المستقيم الجليل النبيل المتوسع في الخيور ووجوه البر بأنه ماذا كبير 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 الله أكبر هذا التعبير عنده أصل قرآني قد أفلح من زكها أفلح الذي كبرها وبسطها ووسعها إنسان نفسه كبير الناس إلى الآن العوام يعبرون يقولون نفسه ضيقة طبعا يبخل بالقليل والكثير والذي يبخل بالكثير يبخل بالقليل حريج وأحرى أن يبخل بالكثير يقولون نفسه ضيقة وحيانا يعبرون بالعين عينه ضيقة عينه ضيقة نفسه ضيقة كزاز بخيل لا يعطي ضيق أيها الأخوة لا يتسع وهذا صاحب النفس الضيقة أيضا لا يغضي لا يغضي إن أسأت إليه قابل الإساءة بإساءة مثلها وأفحش والعياذ بالله إن منعته منع وزيادة في المنع وبالك وهكذا نفسه ضيقة أما الكبير صاحب النفس الواسعة فيغضي لا إله إلا هو ويقابل السيئة بالحسنة يدفع أيها الأخوة السيئة بالحسنة ويصل من قطعه ويعطي من حرمه ويغفر ويحلم عن من ظلمه وأساء إليه واعتدى لماذا؟ لأنه كبير عجيب هذه معايير قرآنية أرى أن كثيرا من المسلم كثيرا من المسلمين والمسلمات عنها في غفلة عنها في غفلة لا يقيمون تديونهم درجة تديونهم بمثل هذه المعايير يقيمونها بأنه يكثر الصلاة يكثر الصوم يكثر الاختلاف إلى مكة في حج وعمرة إنه هذا متدين ممتاز لا 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 المتدين الممتاز هو الزاكي المفلح هو الزاكي صاحب النفس الزاكية طيب ما هي النفس الزاكية والزاكية؟ النفس الواسعة وهذه النفس الواسعة هذه النفس الواسعة لذلك كان من أظهر وأبين في صدر علامات ذي النفس الزاكية صاحب النفس الزاكية التوسع في ماذا؟ في العطاء ولذلك سمي هذا العطاء زكاة ويؤتون الزكاء وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاء وهم بالآخرة هم إيه إذن لأنهم مشركون لا يحضون على طعام المسكين أيها الإخوة لا يتواصلون ويمنعون الماعون نفوزهم ضيقة طيب ما سر أن الإيمان جعل النفس واسعة وتتخلى عن عراض الدنيا بسهولة تعطي ترضخ بسهولة الثقة بالله لا إله إله الارتباط بالله الاكتفاء بوعد الله القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين في إيمان حقيقي في إيمان حقيقي أيها الإخوة هذه مقدمة خطبة اليوم في المقابلة بين التزكية والتدسية وأعتقد والله تبارك وتعالى أعلم أنه الفضل مننا أن قد وضح وجه هذه المقابلة لماذا قابل إيه زكاها بدساها على أن المعنى الظاهر من دسها أخفاها دسها وأخفاها هو هذا والله تبارك وتعالى أعلم القرآن العظيم أعطانا أيها الإخوة والأخوات طرائق عديدة وسبولا شتى لتزكية النفس في رأسها كما قلت لكم العطاء ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل ماء همر غزير كثير فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصب هوابل فطل والله بما تعملون بصير لا إله إلا الله إذن زرع زاكن نمى وتبارك وازداد على الأيام والأسابيع عليك كذلك كذلك صاحب العطاء تنمو نفسه وتزداد وتنبسط أيها الإخوة طولا وعرضا وعنقا وتتبارك على الأيام والشرور لا إله إلا الله الله يقول مثل هذه النفس كمثل صاحب هذا الزرع زرعه زاكن نام يتسع أيها الإخوة ويمتد وهذا نفسه تتسع وتمتد وترسخ جذورها في أرض الإحسان والاستقامة والصدق في أرض الإحسان والاستقامة والصدق شيء عجيب لا إله إلا الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى لا إله إلا الله يؤتي ماله يتزكى لذلك جعلت الصدقة برهان برهان على الإيمان كأن الإيمان بغير برهان الصدقة يبقى في حدود ونطاق ماذا؟ الدعوة أنه دعوة كل يدعي نفسي أنه وهذا الآن أذكرني بأمر قد يروح لمن يقرأ آيات التزكية في كتاب الله تبارك وتعالى التزكية ممدوحة في معظم المواضع لكن ورد في مواضع يسيرة من كتاب الله تبارك وتعالى أن نهي عنها أنت منهي أن تزكي نفسك قال تبارك وتعالى في النجم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا تزكوا أنفسكم قال لا تزكوا أنفسكم عجيب وهناك قال قد أفلح إيه؟ من تزكى قد أفلح من زكها ألم ترى إيه ألم ترى إيه الذين يزكون أنفسهم الله يثرب عليهم وينكر هذا من أحوالهم ألم ترى إيه الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة انظر كيف يفترون على الله الكذب لا إله إلا الله ممنوع قال الله شنع عليهم وأنكر عليهم أنهم من ضمن شنعاتهم التي احتقبوها واقترفوها أنهم يزكون أنفسهم قال شوف شوف يزكون أنفسهم لا تزكوا أنفسكم الله هو الذي يزكي في النجم خاطب المؤمين أيضا فلا تزكوا أنفسكم ففي التناقض طبعا يأتيك بعض الرقاعاء طبعا وقلة العلم وكثرة الجهل وقد طفح الجهل على فكرة الجهل في عهد العلم وفي عهد النت طفح والله طفح كثيرا جدا جدا وكثر الرقاعاء والأدعياء دعوها ريضة يقول لك القرآن متناقض ما الآن بالتناقضات تناقضات ومن يكذا فمن مريض يجد مرّا به الماء الزلالة يجد مرّا به الماء الزلالة العلّة من القابل لا من الفاعل العلّة من القابل لا من الفاعل وقال لك هذا من التناقضات في آيات يحص على التزكية ويهيب بها ويعلي من شأنها وفي هذه الآية وتلكم ينكر ويثرب على من زكي نفسه وينهى عن تزكية النفس لا تناقض لا تناقض البتة وذلكم أن التزكية المنهي عنها ما كانت بالقول شهادة للنفس وتمدّعا قيل لحكيم ما الشيء الذي يقبح وإن كان حسناً في ذاته قال مدح النفس تمزح نفسك تقول أنا عالم أنا فاهم قبيح حتى وإن كنت عالماً فاهماً أنا مستقيم أنا صالح قبيح قبيح كالبثور في وجهك حين تقول هذا لا تشهد لنفسك لا تشهد لنفسك قبيح ما الشيء الذي قاله يقبح وإن كان في نفسه حسناً قال مدح المرء لنفسه إياك أن تمدح نفسك النس تستثقل وتستكره من يمدح نفسه ويظنون به قلة العقل وفعلاً لا عاقل حكيم يمدح نفسه في الباب الديني بالذات هذا منهي عنه يعني في الباب الدنيوي هذا علامة من علامات ودلالة من دلائل الحمق وقلة العقل عدم مفرد العقل في الباب الديني هذا منهي عنه والعياذ بالله وشار سيئة عن الحالة الدينية الروحية للإنسان النفسية تعرف لي ماذا؟ في الباب الديني لأنه ليس المعول على الأعمال الصالحة بمجردها أنك أنت بتصلي بالصوم وتحفظ القرآن وتذكر وتتصدق وتحج وتعتمر وتنتهي عن المناهي والفواحش ما معول هنا؟ هذا بعض المعول المعول على القبول أن الله يتقبل منك هذا وهذا لا يعلمه إلا الله وهذا الذي قطع قلوب الصادقين قال عز من قائل في سورة المؤمنون مرفوع على الحكاية طبعاً ولو قلت في سورة المؤمنين يجوز لكن رفعها ليس لحناً في سورة المؤمنون يعني الصورة التي اسمها المؤمنون مرفوع على الحكاية كما يقول النوحة قال عز من قائل في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا ليس آتوا 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 يمكن أن يكون معناها في غالب أحوالها آتوا أمراً عظيماً شنيعاً لكن آتوا أعطوا وقدموا تشيء بماذا؟ بالعمل الصالح مش آتوا آتوا طبعاً والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل اللهم اجعلنا من أصحاب قبلهم أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابق ولا نكلف نفساً إلا أسأها لا إله إلا الله سبحان من هذا كلامه والله جل من هذا النظام والله الذي لا إله إلاه كلام الله لا يستلزم أكثر من نفس زكية نفس طهور بارئة أيها الإخوة من شوائب الإثم والغرور والجحد والنكران وما إلى ذلك لتعلم أنه ليس بكلام بشر مجرد أن تستمع إليه تعلم يا تعلم وهذا الذي حصل مع كباراء الكفر من العرب الذين بين لا أقول بين ليلة وضحاها بين غمضة وانتباهتها غمضة عنه وانتباهتها صاروا من أعاظم أماثل الأصحاب رضي الله عنهم وارضوه رضي الله مجرد أن سمعوا لا إله إلا الله هذا ليس كلام بشر هذا هذا كلام بشر ولذلك روى الإمام التلمذي في جميعه والحديث صحيح وصحاه غير واحد ومثله الحاكم في المستدرك روى الإمام التلمذي والحاكم في مستدركه عن أم المؤمن عائشة عليه السلام ورضي الله تعالى عنها وارضاها وأنا أسلم على أمهات المؤمنين كتاب الله واضح أنه يسلم على أهل البيت وهن داخلات في أهل البيت دخولا أوليا رحمة الله عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد لم تكن إلا سر عليه السلام أهل البيت أهل بها فأم عائشة عليه السلام ورضي الله وأرضاه قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق قال لا يا بنت الصديق بل هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم لا إله إلا الله إنما يتقبل الله من المتقين ما بنعرف ولا أريد هنا أن أطول بشرح هذا المعنى فهو معنى ممهد معلوم لعوام المسلمين والمسلمات والنصوص فيه من كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى سلواته ربه وتسليماته عليه وآله وأصحابه إلى أبد الأبدين ودهل الداهرين حاضر أيضا معلومة لمعظم المسلمين أول من يقضى عليه يعني في شأنه يوم القيمة والحديث فصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين منهم؟ عالم ومقرأ القرآن أيها الإخوة عالم ومقرأ كتاب الله ومتصدق متزكن رضاخ بالمال ومجاهد مقاتل في سبيل الله والثلاثة يدخلون جهنم لا إله إن الله عالم وحافظ كتاب الله جهنم ومتصدق معطي على جهنم ومجاهد قتل في سبيل الله على جهنم لماذا؟ الثلاثة النبي وضح أن نواياهم لم تكن لله العالم ومقرأ القرآن ومعلم القرآن إنما عفعل ذلك لكي يقال ماذا؟ عالم ومقرأ وقد قيل الله قال له قيل أنت فعلت هذا من أجل هذا وقد قيل أخذت أجلك في الدنيا ليس لك عندي اليوم شيء ويكذبه الله يقول له كذبت ثم يمر به فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم نعوذ بالله من هذا المصير مرعب وقسم بالله العظيم وكذلك في المتصدق لكي يقال جواد كريم معطاء محسن المحسن الفلاني أجنم المعول على القبول انتبهوا أحرزوا أعمالكم أعيذ نفسي وإياكم والمسلمين أجمعون المسلمات جمعوات من أن نكون من أن يكون شأننا كشأن الذين قال الله فيهم عاملة نغصبة تصلى ذنان حامية تعمل وتتحب وتتعبد وفي الأخير إلى جهنم البناء كله على أساس واهن جرف انهار فانهار به في نار جهنم ليس لله الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا ناصحا له لا إله إلاه ألا لله الدين الخالص هذا المعنى ممحن لا يمس هذا ولذلك أيها الأخوة انتبه هو قضية خطيرة لا تقول يا الحمد لله ربما ربما الصحابة كانوا كذلك أنا لا الحمد لله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الكلام هنا في العقل صار ليس في الدين البخاري الصحيحي وإن كان رواه تعليقا لكنه جزمه ومجزوم معلقات البخاري الصحيحة إن شاء الله تعالى روى تعليقا بصيغة الجزم عن عبد الله بن أبي موليك التابعي الجليل رضي الله تعالى عنهم ورضوهم أجمعين أنه قال لقيت ثلاثين من أصحاب رسوله أسعده الله هذا بأن يتعرف ويتصل حبله بحبل ثلاثين من الصحابة ليس واحد وثنين وثلاثة ثلاثين ما شاء الله ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا استمعوا كلهم يخافوا النفاق على نفسهم كلهم كلهم كانوا مرعبين أن يحشر منافقين أن يموتوا منافقين لا إله إلا الله نفاق ماذا يخافون يخافون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون إنما يتقبل الله من المتقين محمد لا يعلم ولذلك شوفوا القصة العجيبة هذه ربما سمعت عن الإمام الحافظ الجليل الثبت الثقة هشام الدستوائي أروى الناس عن قتادة متوفق في منتصف القرن الثاني على ما أظن 22 وخمسين ومئة للهجرة هشام الدستوائي من كبار أئمة بعضهم جعلهم من أمراء المؤمنين في الحديث قال هشام أمير المؤمنين أي في الحديث وهؤلاء أقل لم يهملوا عشرين في طريق الأمة كلها قل هو واحد منهم هشام الدستوائي وكان رجل دخيا بكى من خشية الله حتى فقد البصر في إحدى عينيه انكثت البكاء للنهار للنهار يبكي يبكي دائما وكان إذا فقد المصباح إذا طفئ المصباح في الليل أو أخذه أحد أبنائه وبناته يتململ يتململ كالسليم كاللذيغ فسألته زوجه كلمته في ذلك يقول الراوي فقال إذا فقدت المصباح تذكرت القبر دائما عنده حالة ربانية دائما يمهد للآخرة هذا هشام الدستوائي ومع ذلك هذا الرجل التقي الصالح الورع قال والله يحلف والله لا أعلم أني خرجت مرة في طلب الحديث ومحدث حافظ لوجه الله قال والله ما بأ لا تطلب عشان يكون علماء بس أنه يكون أشهد نفسه أنه لوجه الله مئة في المئة قال والله لا شوف الإمام الذهبي رضي الله ورضاه في سرع النبلاء وهو الذي ترجم لهشام هذه الترجمة علق قائلا ولا أنا والله لا إله إلا الله ما نقول نحن ما نقول نحن المعورين الكسحاء القاعدين ما نقول قال ولا أنا والله ثم علق تعليقا زهاء صفحة من أجمل ومن أعجب ما يكون في العلم والنية فيه وطلبه ولذلك هذه الرسالة إلى كل من سلك سبيل العلم علما وتعلما اتقوا الله في أنفسكم راجعوا أنفسكم قبل أن تتكلم قبل أن تكتب حرفا قبل أن تنزل مقطعا راجع نفسك مئة مرة وانظر هل تفعل هذا لله خالصا أم لأي أسباب أخرى فقد اتسعى الخرق على الراتق والراقع بكم أعني بمعظمكم الأمة الآن تتعادى وتتباغض وينهش بعضها بعضا ويكره بعضها بعضا ويرمي بعضها بعضا بالكبائر والعظائم حتى لا يبلغون تخم التكفي والعياذ بالله بسبب أمثال هؤلاء المنتسبين إلى العلم ولو اتقوا الله تبارك وتعالى لعلموا لعلموا أن مجرد انتماء مسلم إلى أمة لا إله إلا الله وتأكيده شهادته بأن لا إله إلا الله محمد الرسول الله كافٍ لتحسين الظن به والكف عنه أحرز الأصول اتركه اختلفت معه في فرع ما الفروع أيًا كانت هذه الفروع ناقشه بتقوى بأدب بإحسان بتجمل بإحترام بتوفير مع مع تحقيق النية أن تكون لله ليس للظهور وليس لإظهار المزيّة والعلم والفضل عليه وإظهار خطأ اتقوا الله لذلك ما في بركة في هذا العلم ما في بركة في بركة بالسالب والعياذ بالله في الشر والتمزيق وين إحنا هذا هشام الدستوائي وهذا الإمام الذهبي ولا أنا والله يقول ولا أنا والله ولا أنت والله ولا مرة قال لك ولا مرة لا أعلم أنني مرة خرجت وسعيت وطلبت العلم لوجه الله صعب العقلاء لا يشهدوا لأنفسهم بأنهم من المخلصين من المخلص ما أدراك سعيد ابن المسيّب أحد فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين وكان في زمن عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين وعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان أمير المؤمنين عفوا كان أمير المدينة قبل أن يصبح أمير المؤمنين كان واليا على المدينة المنورة وكان حسن الصوت كان من علماء الأمة على فكرة كان مجتهدا ومن علماء الأمة معدود في المجتهدين رضوان الله عليه عمر بن عبد العزيز وكان حسن الصوت جداً بالقرآن الكريم فجاء مرة إلى المسجد مسجد رسول الله وجعل يتقل في صلاة جهرية وربما في قيم الليل بصوت حسن يسمعه وسعيد ابن المسيب جالس فقال بصوت يسمعه الناس أيها الرافع صوته بالصلاة إن كنت تصلي لله تبارك وتعالى فاخفض صوتك فإن الذي تصلي له يسمعك وإلا فدع هذه الصلاة لا إله إلا الله يعظ بعضهم بعضاً يحبون الخير لبعضهم لا تضع نفسك موضع فتنة تعالي صوتك بصوت جميل وماذا؟ ومش إمام تصلي وحدك فعجل عمر بن عبد العزيز بصلاة عجل بها وأخذ خفايا وانطلقها أكمل في البيت وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر لا يفتن بعضهم بعضاً لا بدن نعم ما تفعل يا ابن أخي لو كان هذا في بيتك قال له في رواية أخرى عن الخولاني وهكذا شوف أمنا عايشة رضي الله عنها عجيب عجيب يعني أنا ما أعلم تجد بعض الناس يريد أن يستجر المدح والوهم لنفسه بالمزايا بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان هو يحب أن يفهمك أنه أعلم أهل الأرض وأنه أفضل الموجودين وأنه أشدهم تحقيقاً وأحسنهم فهماً يريد ذلك وأن عندهم العلم ما ليس عند هذا ما هذا والدستويه لك ولا مرة لوجه الله والذهب قال لك ولا أنا والله ولا مرة وعائشة نعود إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها صعبة حديث لا يا بنت الصديق ما أجمله وما أعظمه من حديث وما أبلغه لا يا بنت الصديق عائشة في صحيح البقاري الحديث في الصحيح في صحيح البقاري من روايات عروة ابن الزبير ابن أختها هي خالته لأن الزبير زوج عسماء إذن هي خالته عروة ابن الزبير عالم المدينة راو المدينة يروي عن خالته عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما قال قالت عائشة لعبد الله ابن الزبير أخي عبد الله أخو عروة معروح عبد الله الذي أصبح أمير المؤمنين طبعا أتره الحجاج قالت عائشة عليه السلام لعبد الله ابن الزبير إذا أنا مت فادفني مع صواحبي زاد أبو بكر الإسماعيلي أبو بكر هو صاحب المستخرج على إيه؟ على الصحيح عنده مستخرج يروي الأحاديث ذاتها لكن منطرق أخرى هذا هو المستخرج غير المستدرك هذا المستخرج نفس المتون لكن منطرق أخرى روى في المستخرج أنها قالت ادفني مع صواحبي بزيادة في البقية في بقية إيه؟ الغرق البقية إلى جانب إيه؟ المزي النبوي الشريف إذا أنا مت فادفني مع صواحبي في البقية بزيادة إسماعيلي ولا تدفنوني إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا طيب؟ من صح له؟ من يتهيأ له هذا؟ قالت عليه السلام فإني لا أحب أن أزكى به الله أكبر فإني لا أحب أن أزكى به حديثة الصحية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الناس إذا رأوني وقد خبرت أو دفنت إلى جانب رسول الله سيسبق الظن منهم أن ذلك ما كان إلا لمزية انفردت بها من بين إيه؟ سائر أخوات أمهات المؤمنين عندي مزيلة خاصة شيء رباني هي كذي عائشة هذه مش أي وحد هذه فيحصل لي تزكية سأسأل عنها يوم القيامة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الله أكبر آخ اللهم غوثك اللهم غوثك اللهم رحمتك بنا يا رب بنا وبأمة محمد الله العظيم هذا الذي ينبغي النمع في تعلمه وتعليمه والتحقق بها إخواني نحن في بلاء عظيم اليوم حالتنا التدينية بشكل عام في بلاء عظيم بلاء عظيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا أريد أن أزكى أنهم تفون أجنب رسول الله لمزية خاصة لم تحصل ولم تقع لسائر أمهات المؤمنين عليهن سلام الله جمعوات لا قالت لا 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 لست خيرا من أي منهن وربما سائرهن خير مني عظيم تواضعها ووفور عقلها وشدة ورعها وتحريها لدينها رضي الله عنه وارضاه أم المؤمنين وما قالت الرسول قال فيها كذا كذا وفضل وعيش على سائر النساء أبدا أبشرني بالجنة ولو عرضا تعريضا أبدا 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 عقل كبير قال الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه إن المؤمن جمع إحسانا وشفقه إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمور إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم اللهم من علينا بفضلك وقنا عذاب السمور كانوا مشفقين المؤمن مشفق مشفق ألا يتقبل منه مشفق أن يهلك يوم القيامة مشفق ألا يكون من المفلحين المسألة الخطيرة يا أكواني مخيفة الأنبياء وهم الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا رهبا عند الأنبياء ما أمثالنا المساكين نحن ما عملنا نحن ما عملنا شيء آخر الله يتولانا بس الله يعيننا يعفو عننا ويغفر لنا يساعدنا ويزكينا ويهدينا المؤمن جمع إحسانا وشفقه والمنافق جمع إساءة وأمنى لا إله إلا الله المنافق أعملوا أفعالوا سيئة عموما وآمن قالت لا الحمد لله بعون الله تعالى دخلها دخلها الجنة مضمونة بعون الله تعالى مع محمد وقال محمد الله أكبر أتخذت عند الله يا عهد عندك عهد عندك ضمانة من أين أتيت حسب بسيطة قالت هذه حالة المرافقين تعبنين إيمان تعبان ضعيف جمع إساءة وأمنى ولذلك المؤمن الحق المشفق يشتغل بنفسه ولا يشتغل أي بعيوب العباد ما عندهش وقت هذا في إيش وهذا في إيش وهذا أخطأ وهذا كذا ما عنده وقت المؤمن وقته لنفسه يصلح نفسه يصلح خلال نفسه أعضاب نفسه صحيح هذا هو الجزء من خطبة اليوم أيها الإخوة الأول الجزء الثاني إن شاء الله يكون في الخطة الثاني حتى ننظم أفكارنا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفري الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنه السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وأحفه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تستمع كثيرا لا أدن لماذا سبحان الله تغفرت إلى ذهني بين أن أجالس في هذه الجليسة اليسيرة هذه الحكاية التي أوردها بعض المتقدمين وهي أيضا حكاية بالغة التأثير على الرجل كان من الصالحين وكان ذات ليلة يجلس وحده يقرأ في كتاب الله إذ هو يتلو سورة طه إذ مر رجل يبدو أنه من معارفه فأحس به ثم مضى الرجل ثم إنه خافق به النعاس غلبه النوم فنام لمدة يسيرة لهنيها فرأى في المنام الملك وبيده الصحيفة يكتب فلان في الساعة الفلانية في المكان الفلاني تلا سورة طاها والسورة مكتوبة بأحرف النور طاها إلا موضع آية مش موجود فقال والله لقد تلوتها قال لا والله لقد تلوتها قال لم تتلها لله قال بل تلوتها قال مر فلان فرفعت صوتك ليسمعك فلم تكتبه الله 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 الحفي اللهم ينادي أنا اللي عملت كذا وكذا وأعمل كذا كذا بفضل الله وتظن أنك تعمل للآخرة مسكين أخبأ عملك الصالح المؤمن ما لم يغلب على عقله يكون له كثير من خبيئة العمل خبئ الأعمال لا تحدث لا زوجك ولا أمك ولا أباك ولا حتى ظلك فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت خب حتى عن نفسك يا رجل لكي ينفعك يوم القيامة قال له لا قال والله تلوته قال له لا هذه لم تكن لله كانت للناس سأل نفسك سألني مباشرة يثور هذا السؤال هل أصلي حين أصلي وحدي المغرب العشاء التهجد والصبح أي شيء في البيت كما أصلي حين أصلي بالناس خاصة إذا كنت إماما هل نفس التجويد والقراءة والترتيل وتجميل الصوت وإظهار الحزن والخشوع الله المستعان برده الله المستعان المؤمن الصالح حاله حين يكون منفردا أفضل بكثير مما يظهر من أحواله للناس والعكس إي صحيح المنافق والمتعتع والتعبان والجاهل والمغرور المغرور هو الجاهل طبعا ما معنى المتكبر؟ لا المغرور هو الجاهل عنده جاهل ما لا يفهم ما يظهر من أحواله أفضل بمرات مما يبطن من أحوال علامة مخيفة مرعبها انتبه حاسب نفسك حاسب نفسك قبل أن تحاسب نعود إلى ما كنا في أيها الإخوة من أهم الأبواب ولا أريد أن أتقصها جميعا سأذكر بابين ثم أمضي من أهم الأبواب والسبل التي طرقها القرآن لنا لنزكي يا أمفسنا غض البصر وحفظ الفرج قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ترد الزكاة الله الذي لا إله إله ما ظننت أنني أبلغ إلى أن أعيش في زمن وأدرك زمنا أرى فيه خلينا نقول بعض وإن كان في الحقيقة هو أكثر من بعض بعض المسلمين يتساهلون جدا في هذه الأبواب باب النظر وبسط النظر وغلغلت النظر فيما حرم الله وبعضهم يتجرع على المعاصي الفواحش كشرب الماء ويصلي لاستغفر الله إن شاء الله يا رجل يا رجل فاحشة سبيلها كل سبيل السوء العياذ بالله تتدنس تصبح ملطخا مدنسا تنتن ريحك عند الملائكة وعند رب العالمين شنون أنت البصر ينبغي ألا يمضي فيما حرم الله قال عليه الصلاة والسلام لعلي عليه السلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ما شف الطريق أف وقع نظرك على ما لا يحل مرأة متجردة شبه عارية مبدية عن محزنها الأولى وتستغفر الله ثم لا تعود إليها استغفر ربك كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام داعينا يقلبها في أعنق الغيد موقوف على الخطر يسر مقنته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر لا مرحبا بسرور عاد بالضرر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ترى الذي لا أنت عن كله ترى لا ترى لا الذي أنت على كله قادر ولا عن بعضها أنت صابق لماذا هذا العذاب لماذا هذا العذاب كما قال المتنبق أنا الذي اجتلبت المنية عن نفسي بطرفي فمن المطالب والقتيل القاتل يقول وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل يقول أبو الطيب لماذا تهرك نفسك يدنس قلبك هذا يشوش روحك يخبث نفسك والعياذ بالله أقصر يغضوا طب لماذا بدأ بغض البصر الغض من البصر قبل تحسين الفرج اسمع الآية مرة أخرى كل المؤمنين يغضوا مجالش يحفظوا فروجهم طب تقول لي مجزوم ليش يغضوا يحفظوا هذا جواب ايه جواب الأمر الأمر زي الشرط تعالوا أتلوا ليس قاتلوا تعالوا أتلوا الجواب مجزوم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم شوف قدم الأمر بالغض من البصر على الأمر بتحسين الفرج لماذا لأن البصر رائد الزنا وبريد الفجور ومعظم البلاء منه ايش رايك لو سألت عاقلة وقلت له معظم ما يبتلى به العاملون من المسلمين والمسلمات من شاءه ماذا يقول لك اثنان جارحتان متوسعتان جدا لا يملان أو لا تملان ولا تسعمان ولا تتوقفان اللسان والعين لا إله إلا الله هذا اللسان والعين لذلك اتركوا من أراد النجاة اللهم نجناه بفضلك ومن لك من أراد النجاة ليحبس لسانه أو إلا من خير فليأكل خيرا أو ليصمد وأيضا ليترك فضول النظر وبكلمة واحدة ليترك فضول النظر والكلام حوض نفسك إن تكلمت لا تتكلم ولا تنبعك إلا في الخير في بعض الناس إذا سألتوا في العلم يقعد لك ساعات يتكلم كله خير من أحلى ما يكون في كلام الدنيا والباطل لا يتكلم لا يوجد لسان أحسن شيء لا يوجد علم خذ علم تكلم علم وصلاح وقصص طيبة وقرآن وحديث من أحلى ما يكون والله العظيم والله العظيم تقوم وأنت من شرح الصدر ومن معك من شرح الصدر من شرح صدورهم ولا تشعر بالإثم ولا تشعر بالثقال ولا تشعر بالندى ولا تشعر بالحزرة وكل مجلس لم يكن فيه ذكر الله والصلاة عن النبي لا يقوم عنه أهله حين يقومون إلا عن مثل الجيف وإلا أيضا في حديث آخر في حديث أخرى كان تيرة عليهم يوم القيامة تيرة حسرة ونقصا النشانك هو الأبتر مثل البتر الحسرة والنقص غبن نفسه ولذلك يوم التغاب قيل يغبن فيه المؤمن الكافر يغبن فيه المؤمن الكافر يدخل هذا النار وكان متمكن أن يدخل الجنة لو شاء لكنه لم يشاء والعياذ بالله والمؤمن كان يمكن أن يقتعد مقعدا في جهنم نجى منه بفضل الله وحوله وتزكيته ودخل الجنة من غبن من؟ المؤمن غبن الكافر وقيل بل المؤمنون يغبن بعضهم بعضا بل قيل ما من أحد يوم القيامة إلا سيشعر بالغبن حتى المؤمن الصالح الذي له درجات في الجنة عاليات لأنه سيفهم أنه كان يمكن أن تكون درجاته أعلى من ذلك والله كلنا وأنا أولكم كلنا ذلكم الرجل الوقت الذي تقضيه في تصفحه المحمول هذا كل يوم ربما ساعة ساعتين بعض الناس والله أكثر بعض الناس يمكن أربع خمس ساعات ما بخلي خبر ولا موقع شرقي غربي تيك توك شغال يا رجل والله العظيم في خمس ساعات أنت كان يمكن أن تقرأ تعال كم؟ أقل شيء أقل شيء في خمس ساعات خمسة عشر جزءا من كتاب الله ماذا؟ هو هذا ماذا هو هذا الماهر بالقرآن الماهر بالقرآن الذي يحدده هو حضرا يقرأ كل ربع ساعة ومن غير تكلف كثير جزءا يعني في الساعة كم؟ أربعة أجزاء في الخمس ساعات عشرين جزءا أنت غير ماهر متواضع مبتدئ تقرأ في إيه؟ في ستين دقيقة ثلاثة أجزاء مش أربعة أجزاء ثلاثة في الخمسة خمسة عشر بدل أن يكتف في صحيفتك خمسة عشر جزءا من كتاب الله بكل حرف عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء يقول عليه السلام أما أني لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن أقول ألف من حرف لا من حرف ميم حرف وكل حرف بعشر حسنات كل هذا تاركه وشغال لي الممثل الفلانية المهر الكوميديان الفلاني ما دخلنا ما علاقتنا بالنسبة هذا طلق وهذا زو ما إلنا علاقة مش فضيين معنا شوط للشغل اللهم هدينا كما هديت به العبادك الصالح اللهم هدينا يا رب الهداية من عند الله خمس ساعات ستقول لي لا مش خمس ساعات أنا أضيع ساعتين ساعتين ستة أجزاء أو ثمانية للمهر ستة أجزاء تعرف ستة أجزاء تختم القرآن كل خمسة أيام يا سعوداك يا هنيئا لك والله العظيم دخليلي فكرك بالكلم فرق هذا خذ نفسك بالمتين القوي العمل والسلوك تعود النبي قال تعود الخير فإن الخير بالعادة من يتصبر يصبره الله من يتحلم يؤتيه لها الحلم والعلم بالتعلم صحيح؟ والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله يقول عليه الصلاة تصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم العمل الصالح يريد أن يصبر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى العاقبة هناك إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند معادي من نفسك باللقاء الله كلنا مي ألم يموت لك أحد أقول لي بلى أنصحك اجعل أي صورته على التليفون انظر فيها كل مرة مرة والله حين تنظر إلى ميت عزيز وديد إن أحبابك تنظر إلى صورته والله تشعر أنه ينظر إليك من عالم الآخرة وفعله في الآخرة الآن يقول يا الله هذا يشعر بدنك هذا كأنه موجود طبعا هو موجود ولم يفنى بالعكس والآن يحيي الحياة الحقيقية في كل حالتيها يحيي حياة حقيقية فإذا نظرت تعلم أنك تنظر إلى وجه رجل أو كائن أو امرأة في الغيب في دار الحق عما قريب وقليل ستلحق به وسينظر إليك استعد القدوم على الله تبارك وتعالى استعد كفى تسويفا كفى تمنية للنفس بالوعود الفارغة كفى توسعا في الدنيا وعراضها ما بسوى والله العظيم ما بسوى كفى فنسأل الله العون ثم العون ثم العون إذا لم يكن يا الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ستقول لي فيه عندنا من طريق قصير فيه والله فيه طريق قصير وممتازة والله توسع نفسي أولا ثم كل أحبتي والمسلمين بها تعلمتها من مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه وارضاه ما أجملها من طريق ما أجملها قال تفكرت ذات مرة في جماع يقال جماع وجمع يعني ما يجمع جوامع تفكرت مرة في جماع الخير بدي شيء يجمع الخير كله قال فإذا الخير كثير صلاة وصيام وحج وعمرة وقرآن وصدق كثير أبواب الخير كثيرة جدا أليس كذلك طيب إيش بي أنا بدي الجماعة ثم رأيت أن الخير كله والخير بين يديك والخير في يديك قال ثم رأيت أن الخير كله بيد الله الملك والملكوت كله بيد الله كل شيء بيد الله لا إله إلا هو شوف كديش هذا رجل منور ربانيا اللهم نورنا قال ثم رأيت أن الخير كله بيد الله وأنك لا تقدر على شيء مما في يد الله إلا بطلبه من فرأيت أن الدعاء جماع الخير لا إله إلا الله ما أحسن هذه النصيحة والموضرة فرأيت أن الدعاء جماع الخير الدعاء يا حبيبي عليك بالدعاء ولذلك لا تيأس ما دمت تدعو ادعو الله سيدنا عمر كان يقول أنا لا أخاف أنا مش مش ولا خائف ألا يستجاب لي لكن أنا خائف ماذا أن أمنع الدعاء أبطل أدعو 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 اليوم وغدا وبعد عشر وعشر وعشر وثلاثين سنة لا تدري لعل دعوة واحدة من هذه الدعوات التي قد تعد بعشرات الألوف في يوم الأيام يقيد لهم فتاح باب السماء فتقبل فتسعد سعادة لا شقاء بعدها والله العظيم لذلك إذا دعوتم صدقوني أقصروا أقصروا من طلب خيرات الدنيا كفا كفا عندما نأكل وما نشرب ما نلبس هذا كافي كافي كتلوا زيادة وأمعنوا وبالغوا وألضوا بطلب ماذا؟ خيور الآخرة وسحادة الآخرة قلوا أعني على ذكرك وشكرك ماذا قالوا؟ قالوا إني لا أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن بلدك طلبها من قلبك قلوا ربي أعني أنا ضعيف أنا ضعيف لا أقوم بقوة ولا أقوم بهمة ولا أقوم بسعادة وجدل فأهني حتى يكون قيامي فيما يرضيك من صالح العمل أسعد لي من الدنيا أي وما فيها ممكن؟ ممكن بدعوة مستجابة إذا استجابة لك خلاله انتهى يصبح لديك طاقة غير عادية على العبادة والذكر وعمر الصالحات وفعل الصالحات وأخذ الحق والقول بالحق والتحقوق في كل وجه إن شاء الله تحالى اللهم لا ترفع يدك عني اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك إياك والثقة بالنفس إياك كل ثقتي كلها بك يا رب الدعاء الدعاء للنهار الدعاء لعل الله يستجيب جماعة الخير في الدعاء إذن الباب الثاني أيها الإخوة تابعي غض البصر وحفظ الفروج مهم جداً في التزكية ما في نفس زاكية والبصر ممتد وله فضول وذيول وله فضول وذيول في آية غريبة جداً جداً وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم عجيب يعني ما علاقة أن أرجع إذا استأذنت على أخي أو جاري أو صاحبي فقال لي ارجع طبعاً اليوم تمكن إيه ما تذهبش إليه ممكن تعطيه تلفون صحيح؟ يا فلان أريد أن أزورك أقول لك مشغول أنا اليوم وهذا الأسبوع كله مشغول تقول له بارك الله فيك إن شاء الله أعلمني حين يعني يتسنى لك استقبالي وما تزعل وما تغضب ولا تنكسر العكس وادع له أن ربني وفقه في كل أعمالي وفي كل مشغولياتي ومشاغله الله قال ينقل لكم ارجعوا ما فتح لك الباب قال لك ارجع أزكى طب إيش علاقة الزكاوة هنا بأنني أتقبل هذا الأمر وأرجع إذن مفهوم التزكى قرأي مفهوم أعمق مما نظن أيها الإخوة لكن أنا ألمحت إلى جماعه في صدر الكلام النفس واسعة النفس واسعة لذلك صاحب النفس الزاكية النفس الواسعة الكبيرة كما قلت لكم يحسن الإخضاء حتى عمن أساء إليه وتعمد أن يسيء إليه وأن يكسره وأن يصفر وجهه يقول له الله يهديك الله يصلحك أنا مساء مفهوم أكيد عنده ظروف عنده ظروف مسكين الله يفتع عليه فكي بمن قال لك مشغول ما عندي وقت استقبالك هذه تتقبلها بكل صدر رحب وهي أزكى من ماذا أزكى من أن تفرض نفسك عليه وتعلم يقينا أنه استقبلك مكرها محرجا مشغل ولك إياك إياك أن تضع نفسك في موقف تشعر فيه بأنك أرغمت الآخرين على ما لا يحبون إياك ما تعملهاش أبدا لأنك صاحب نفسك كبيرة واسعة وترك الناس في سعة من أعذارهم ومشاغلهم الله يخل القرآن حجيب والله العظيم في تربية في الكون زيك قصما بالله ما فيه في الأكوان في تربية زيك وقال لك محمد هذا محمد عليه السلام وهذا قرآن محمد وهذا هدي رب محمد وهدي محمد شيء أرقى ما يمكن أرقى مما يمكن أن يطفر إليه خيال أقسم بالله العظيم قصما بالله شيء لا يكاد يضرور يا أكواني حتى هذا ولذلك كان من أئمة هذا الدين أنه بلاء الفخماء قتادة على ما أذكر لم أراجعه لكن قتادة ذكرت هذا يخط بقديمة من دعام السادوسي قال لي سنوات لا أدري قال ست سنوات أو كذا لمهم لي سنون أو سنوات في تطلب آية لم أوفق إليها يطلبها أيش يعني علماً لا عملاً أحب أن يتحقق بها والحمد لله قال وفقني الله إلى ذلك ما هو أن أستأذن على أخي فيقول لي ارجع فأرجع وقد قيل لي قال قبل أيام رحت قال لي ارجع فرجعت وأنا سعيد جداً جداً هذه الآية عملت بها بفضل الله تبارك وتعالى اللهم بصرنا عقلاً ونفساً روحاً وبدناً اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين اللهم ربنا آكلوا فوسنا تقواها زكها أنت خير من زكها وهذا من دعاء نبيكم زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاه نعوذ بالله من قلب لا يخشى ومن عين لا تتمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تسمع ومن عمل لا يرفع ومن الجوع فإنه بئس الطجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم حبّب علينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه علينا الكفر والكسوق والعسنان وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك ساميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أعنّ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وصل سخيمتنا برحمتك يا أرحمة الرحيمين عباد الله إن الله يأمر بالعد والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإذن الله بصير